وقرأت المصادر تصريح نور المالك الأخير بشان هوية رئيس الوزراء وأنه لن يكون صدريا ولا تنسيقيا مئة بالمئة بأنه تهيئة مدروسة لظروف بديلة في اختيار رئيس الوزراء الحالية بوصفه قريبا من الجميع ما حدد وصف المالك بأن رئيس الحكومة المقبلة سيكون عراقيا بامتيازه وذلك في محاولة لاحتواء نتائج الحوار المهم الذي عقده الحكيم مع التيار الصدرية واعتبره المراقبون تباعدا في وجهة النظر مع المالك وفي هذا الصدد يقول مقربون أن عمار الحكيم والعامر وغالبية قادة الفصائل التي خسرت الانتخابات لا تعرض الانتقاد للتيار وتأييد الولاية الثانية للكاظم ما يضع المالك بموقف صعب بين فكي الشراكة بتذكيك البيت الشيعي أو خسارة الحلفاء لذلك تذهب الأمور نحو التهدئة وسيحتفظ الخاسر بمكانته وانفائز بدوره ترجمة نانسي قنقر